فأنفى بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أروح بيه وإخوانه والأمين والرسولين والصحابة الأجمعين والتابعين الأومي سألنا من دينه إلى أحد نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زين والقرآن الهكيم إنك من المرسلين على شراط مستقيم تغزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَادًا فَيَّا إِلَى الْأَغْقَالِ فَهُمْ مُقْمَرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْسِرُونَ وسواء عليهم أآذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تُوبر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغير فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ مُحِي الْمَغْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدًّا وَآثَارَهُمْ وَقُلْ لَشَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَانٍ مُّبِينٍ وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ لَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مَاثْنَيْنِي فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا مِثَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسِلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إن البلاغ المبين قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِذْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَذِيلٌ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم كوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسدين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطاني وإليه ترجعون أأنتخذ من دونه آلهة يرد للرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينجدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمرت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرزل على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا ننزلين إن كانت إلا صيحة وعيدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا طبلهم من الكرون أنهم إليهم لا يرجعون وإذ كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها عربا ثمنه يقولون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من النون ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلط الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تكديد العزيز العليم والقمر كنترناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلطنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء مغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم انتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذين وإذا قيل لهم أغفقوا مما عزفهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتقوا من لو يشاء الله أتعبه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واهدة تأخذهم وهم يخزنون فلا يستطيعون ترسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفر بالسرور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر مفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وانتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشرطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقضى ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إش لوحا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكرمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينا إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب القول على الكافرين أولم يروا أننا فلطنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وفهم لها مالتون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من هدون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم لهم جعوب محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعدنون أولم يرى الإعسان أننا خلقناه من ندفة فإذا هو خشيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يهيي الإظام وهي رميم قل يهييها الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق عديم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العديم إنما أمره إذا أرى لشيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعه صدق الله العظيم